بفضل الله عز وجل وبتوفيق منه نعلن في هذه الأسبوحة المباركة في جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بمقرها في ميدان الجزائر عن انطلاق مشروع المصالحة الشرعية السبيل لحل الأزمة الوطنية هذا المشروع وهذه المبادرة جاءت عملا بقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وتأسيا بتوجيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في عدد من أحاديثه المباركة أحب الأعمال إلى الله عز وجل إصلاح ذات البين وفي رواية صلاح ذات البين جمعية الدعوة الإسلامية العالمية إيمانا منها بحاجة الوطن الليبي الحبيب إلى جهود المصالحة الشرعية التي تستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هدي الصحابة الكرام في التوفيق والتقريب بين النسيج الليبي بين أبنائه بين مكوناته بين فسائه سوف تقيم المحاضرات العلمية والندوات والخطب والملتقيات التي تهدف إلى حقن الدماء وإلى إصلاح ذات البين أيضا نعلن اليوم ونحن فرحين مستبشرين بانطلاق النسخة الثانية من مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية العالمية عن بعد هذه المسابقة التي بفضل الله عز وجل كانت غير مسبوقة على مستوى العالم أجمع رغم الظروف رغم ترد الخدمات رغم جائحة كورونا إلا أن ليبيا الحبيبة إلا أن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية استطاعت أن تلد هذا العمل الرباني المبارك وأن تجمع العالم بكل قراته في نسخة أولى في العام الماضي في شارد الحجة وها هي اليوم وفي هذا المؤتمر وفي هذا الصباح المبارك بكم ومعكم نعلن عن بدئنا وشروعنا في التصفيات التمهيدية للصورة والنسخة الثانية من مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية عن بعد سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعل هذه الأعمال سببا وبردا وسلاما على وطننا الحبيب وأن يجمع بها الشمل وأن يرأب بها الصدع وأن يحقن بها الدماء وأن يردنا في ليبيا جميعا إليه ردا جميلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر